اذا كنت ريت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل الالعاب فيفا ادخل على الرابط للموقود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو قديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه في البداية احب اذكركم اذا كنتوا ما متابعين القناة فضغطوا على زر المتابعة تقريبا وصلنا للخمسمائة متابع أمس أو اليوم إن شاء الله إذا كنا ما وصلنا للخمسمائة متابعة فوصلونا للخمسمائة وإذا كنا واصلين للخمسمائة فالهدف القديد سبعمائة وخمسين فوصلونا للسبعمائة وخمسين متابع كذلك ضغطوا على زر اللايك تشير لأصحابكم ولا تنسونا من الدعم دائما بالكومنتات وتذكروا لي وتكتبوا لي الحاجات اللي تريدوا تشوفوهن في المقاطع كذلك دخلوا على موقع ويه واستخدموا كود نوب واشتريوا الحاجات يعني اللي محتاجين إذا في حاجة محتاجين تشتريوها في اللعبة سواء سيلفر أو بعض الأسلحة أو الماتيريال تقدروا تشتريوها من اللعبة وتستخدموا كود نوب عشان تأخذون ثلاثة بالمئة خصم اليوم في هذا الفيديو وصلنا في المكافآت وصلنا في المكافآت إلى الخمسة وأربعين نقطة ومباشرة يعطوك هذه السفينة اللي هو المخطط للسفينة البارك فلو تخلص واحدة منهن والثانية للنص توصل للخمسة والأربعين والحين عندنا بنصنع البارك وبنشوف كم من الليفل اللي بنقدر نوصله تقريبا بنوصل ل 12 أو 12 ونص بالضبط نفس ما احنا الحين في السفن الثانية لأنه لفل هن كلاهم يعني 500 البارك هذي هي السفينة آخر سفينة وتعرفوا ميزاتها اللي هي ميزة الاستعادة الضرر القسيم واستعادة الهلف سفينة ممتازة سلامة الهيكل أكثر بألف تقريبا عن السفن الثانية وفيها خمسة فيها خمسة من الأثاث ولكن كأني ليش اوكي فيها أربعة أسلحة وخمسة من الأثاث فنصنع السفينة ونبدأ نغير فيها نسوي فيها الكوزماتيكس وكذا أحب أشوف هذا المشاهد بس يمكننا مستعقل يعني أمر الله أشوف هذا المقاطع في صناعة السفينة أتمنى كان لو يمددوا يعني بما أنه هم سامحي لك أنك تسوي اكتياز أو سكيب فكان مفوض أنه يمددوه شوية بحيث أنك تشوفه صناعة البارك وأتوقع يعطوني المكافأة نقل كل الشحنة لسفينة بالتأكيد راح نستخدم هذا السفينة وراح نطورها وأتوقع أني ما شتريت المرقام فأقرب المرقام بنروح نشتري المرقام عشان نقربه في هذا السفينة ولشان نسوي دارة السفينة ونبدأ بالأسلحة في الأمام أريد أحط المرقام لأن المرقام يعني تقريبا كدامج هو أعلى إسلاح يجب kiw المترجم الى مرقام اجعلك في مكان مرقام رافعتين 130 و 5162 احتاج اني اشتري لانه شوف هنا فيه الضرر الى 600 بالمئة والمدى الى 1350 عنده بلغة الحد الأقصى للشحن يعني لما تكون محمل ماكس بس احنا ما نحمل ماكس بس والله ميزة ست مئة ترى ماش بيه لقد كانوا بخير لقد كانوا بخير لقد كانوا بخير وقت الشحنه هذا يومي وقت الشحنه ماذا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فنحاول بسرع الفيديو هنا ونشوف في النهاية اه ويش اللي اقرر اني احبه اشتركوا في القناة 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 الثانية اتوقع اني باخذ هذه واو حلو واقت خصوصا اذا كانت النوافير دائما انت طلحت هذا حلو اتوقع اني باخذ هذه والالوان الوان السفينة الوان السفينة اريد شي مرتب هذا حلو حلوين اللي تحت حلوين هذا وهذا بعدها ناخد هنا اوكي بالنسبة لي خذت انا شي هنا لما خذت ام دوارة الشيخ اه هنا احب انتنسي شي بالصراحة اه يعني اخترنا هذا ملابس طاقم وحط هذا اcons IU اتوقع نحط هذا. ناخذ هذا. يعني عندنا فلوس فماذا لا. هنا هذا حلوة صراحة لكن اتوقع اني اريد هذا. اه بس لا. ممكن هذا مختار انها اريد. اه. اه. الفمية ما عندي الفمية. مسحب بيتها صراحة حلوة. بنرجع لها في وقت اخر. توقع فوق خلاص اخترنا. والهذا اخترناها. هذا نهاية المقطع اتمنى انا عقبكم. المقطع بيكون شوية في طول لكن بكرا ان شاء الله انتظروا لي مع اه فيديو. اه فيديو تقييم هذا السلاح لانه اه اتوقع انه بيكون سلاح حلو. اتوقع اتوقع يعني انه بيكون واحد من الاسلحة المفضلة عندي اه مدفع لها ونستخدم القناة المدفعية والمنقنيق. يحتاج انه نزيد اه قضائف مدفعية. في الخلف ما يحتاج. فتوقع انه يحتاج انه المنقنيق. المنقنيق نزيد. هنا نهاية المقطع اتمنى انا معقبكم ونضغط على زر السبسكرايب واللايك والشير مع اصحابكم ونشوفكم في مقطع اخر والسلام عليكم.